التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش بشأن مستجدات الأوضاع في السودان حيث أعرب الرئيس السيسي عن قلق مصر البالغ من تطورات الأوضاع في السودان الشقيق إثر الاشتباكات الدائرة هناك كما أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان مطالبا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحواي والتوافق الوطني وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق من جانبه أكد كوتارش حرصه على التواصل مع الرئيس السيسي في ظل الدور الفاعل والمحوري لمصر في صون الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة ما يتعلق بدعم المصاري الانتقالي في السودان داعيا كافة الأطراف السودانية إلى وقف الأعمال العدائية واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة وأشار إلى أن تصعيد القتال سيخلف آثارا كارثية على المدنيين ويفاقم الوضع الإنساني المتأزم في السودان تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل للتشاوري والتنصيق بشأن التطورات الجارية في السودان واطلع شكري بوريل على الجهود التي تبذلها مصر منذ بداية اندلاع الأزمة لوقف العنف الدائر ودعوتها لجميع الأطراف لضبط النفس ووضع حد للمواجهات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق من جانبه أكد جوزيب بوريل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذه الجهود دعت مصر والسعودية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع في السودان وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاوري والتنصيق بين الدول العربية لبحث سبل نزيفة للأزمة الراهنة والعمل على استعادة استقرار دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت أعلنت بولندا والمجر حذر استيراد الحبوب ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا بهدف حماية إنتاجهما المحلي وقال زعيم الحزب الحاكم في بولندا أن الحكومة قررت حذر واردات الحبوب إلى بولندا بالإضافة إلى عشرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى لافتا إلى أن عدم اتخاذ هذا القرار كان سيؤدي إلى أزمة خطيرة في القطاع الزراعي في بلاده وفي بيان مماثل أعلن وزير الزراعات المجري أن بلاده حذرت استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت تيالن أن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تدفع البنوك إلى توخي المزيد من الحذر والتشدد في منح القروض للأسر والشركات وأضافت تيالن أن الأزمة قد تؤدي إلى تجديد شروط الإقراض التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي لافتة إلى أنها تسهم أيضا في كبح التضخم أغلقت ألمانيا نهائيا آخر ثلاثة مفاعلات نووية عاملة في البلاد لتخرج نهائيا من قطاع الطاقة الزرية وذلك على الرغم من سعيها للابتعاد عن الوقود الأحفوري وقالت شركة الطاقة RPA في بيان إنها نهاية حقبة مؤكدة أن المفاعلات الثلاثة انفصلت عن شبكة الكهرباء وكانت الحكومة الألمانية قد مددت عمل هذه المحطات بعد موعد توقفها الذي كان محددا في 31 ديسمبر الماضي أعلنت سلطات محلية مكسيكية أن مسلحين اقتحموا حديقة للألعاب المائية وسط البلاد وقتلوا ستة أشخاص بالغين إضافة إلى طفل وقال بيان صادر عن بلدية مدينة كورتازار التي وقع فيها الاعتداء أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث حيث عثرت على جثث ثلاث نساء وثلاثة رجال وطفل يبلغ سبعة أعوام بالإضافة إلى شخص مصاب بجروح خطيرة انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومصر بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر